ما حكم الزواج عن طريق الميديا من اجنبية حتى لو لم يلتقي الزوجان فعليا مش فاهم يعني اتجوزوا عرفوا بعضا على السوشيال ميديا على الميديا ولا اتجوزوا على الميديا هو بيقول حكم الزواج عن طريق الميديا من اجنبية حتى لو لم يلتقي الزوجان فعليا يشوفوا شيخ من الميديا يجاوبوا اه فيه فيه الكلام ده يعني انا هتجوز واحدة لا هشوفها ولا هتشوفني ولا نعرف ولا نلتقي ازاي اه ده ايه طب هو لو حصل حاجة بالكيفية دي ده ايه بقى يعني الكلام ده عبث تمام عبث طيب اه هو هو بس بيقولولي ممكن يشوفها عن طريق اسكايب عن طريق فيديو ايو بعدين وايجاوزوا زي ويتجاوزوا بس لسا لم يلتقي او ممكن هيلتقوا بعد كده وفيين انظر اليها وفيين بيت التفاصيل هقولك من نظرت في الفيديو ايه في الفيديو يعني اه ركبت وش ماسك اه طيعت واحدة تاني راح لقاها راجل اه فين الكلام ده فيش الكلام ده يا جماعة في حد بعمل كده في الجواز ولا في البيع والشرى انت بتشرى عربية بتبص بس عربية لا بقى براجع ورقي وبشوف حكتي وبشوف صاحبها يعني موجود على المواقع العربيات خليك في تركيا مسلا اه بصيت عربية زي الفل ما تفعش اكتروني واشتري لا تشتري لا بروح اشوف العربية طبعا بعدين بتعمل فحص كمان حتى كمان يعني شفت بعينيه قلت له اقلم اتنعيش انا مش متطمن اعيس حد يشوف لي الماكينة والعفر اه طب وان شاء الله اخبار الماكينة والعفر ده تعمل في ايه هتتجاوز بايه مفيش كده اخوانا نكلف في نداء مش منطق تمام فده يعني كلام ايه اللي بقى ده جواز مصلحة واحد عايز ورع حاجة على الميديا عشان حاجة تخلص ياخد بها قمط بلد يعمل ده قصة تانية واحنا ضد الكلام ده يعني طيب تمام